نتحول إلى نيويورك حيث اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في محطة زابوريجيا النوية بطلب روسية نتمكن الآن من تقييم الأوضاع بشكل آني بما أن هناك مفتشين من الوكالة متوجدين الآن في المحطة ونحن مستعدون لمساعدة المفتشين بأي طريقة ممكنة أود أن أؤكد أنه منذ البداية لطالما دعمنا جهود الوكالة لضمان الأمان النووي في محطة الضقنوية في أوكرانيا الجانب الروسي قد بدل قصار الجهود ليضمن أن سيد جروسي وفريقه سيوصلون إلى المحطة بشكل آمن وسيقومون بعملهم وسيعودون إلى فيينا وهذا هو ما أشار إليه ممثل الأمين العام عندما قال وأقطبس الأتحاد الروسي قد بدل جميع الجهود لضمان أمان وسلامة مفتشي الوكالة الذين زاروا محطة الضقنوية في سبوريجيا انتهى الاقتباس نود أن نعرف منك سيدي المدير العام ما هو تقييمك بخصوص رضا الوكالة عن تعاون الجانب الروسي خاصة فيما يتعلق بالسلامة والأمن ولكن للأسف وكما توقعنا الجانب الأوكراني بعد أن فهم أنه لم يتمكن من استخدام زيارة الوكالة لصحليحه حاول أن يمنع هذه الزيارة في الخامس من سبتمبر تم قصف بلدة أن الهدار واستمر هذا القصف حتى آخر لحظة عندما كان فريق الوكالة في طريقه إلى المحطة المدفعية الأوكرانية قصفت بمنطقة سبوريجيا عندما التقى ممثلوا الوكالة مع الممثلين الروس وكذلك الطريق نحو هذه المحطة لقد كان هناك انفكارات على بعد 400 متر من مكان أول زيارة وكان هذا القصف يمثل خطرا على سلامة وأمن المفاتشين ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد النظام الأوكراني قد استمر في استفزازاته وحاول أن يستولى على المحطة بالقوة مباشرة قبل وصول الوكالة في السادسة صباحا في الأول من سبتمبر ومن خلال محطة تخزين المياه تم توجيه أو تم استهداف المحطة ولتوليد الانتباع أن عمليات أوكرانيا كانت ناجحة ليتمكن نظام زيلنسكي من طلب مزيدا من الأسلحة هذه العمليات يمكنها أن تقود أسلام المادية للمرفقة إذا ما نجحت هذه العمليات كان مفاتش الوكالة سيصبحون دروعا بشارية وتوقف كل ذلك بسبب القوات المسلحة الروسية وكذلك تيقذ المجتمع المحلي ونتيجة لذلك اللقاء بين الوكالة الدولية والممثلين الروس قد تم في متصف اليوم إذن بعد مروري أربع ساعات من المعاد الأصلي نحن نحيي شجاعة ممثلي الوكالة إذ أنهم مستعدون للعمل تحت النيران حرفيا نسألك سيدي المدير العام كيف أثر ذلك على عملكم محاولة النظام الأوكراني تعطيل هذه البعثة ما هو تعليقك على أنشطة الجانب الأوكراني في سياق تهديد أمن وسلامة المحطة وسلامة مفتشي الوكالة وواجه نفس هذا السؤال للأمين العام إن موظفي الأمن والسلام الأمميين رافقوا البعثة وتعاملوا مع المسائل المتعلقة بالأمن والسلامة كان واجباً أن يتم تقييم الوضع وأن يتم تحديد مصادر المخاطر ما الذي تحدث عنه عامل الوكالة بخصوص المخاطر التي نشأت عن الأنشطة الأوكرانية سيدي الرئيس خيبة الأمل بخصوص زيارة الوكالة للمحطة هي خيبة الأمل لم تستطع أوكرانيا أن تخفيها كل هذه البعثات للوساطة ويسرى الوكالية لكيه وتصبح خيئاً من خيئاً خاطيراً من خيئاً من خطوص شكرا